في شمال أوروبا حيث الثلوج والبرد القارس كانت هناك قبائل وثانية منعزلة تعيش على الأنشطة البسيطة لا يكاد يذكرهم التاريخ قبل أن يتحولوا فجأة إلى عصابات منظمة أثارت رعب أوروبا لسنوات طويلة قبل أن يعتنقوا المسيحية وتنتهي أسطورتهم إلى الأبد إنهم الفايكينغ تابعونا للنهاية الفايكينغ هم شعوب جرمانية نوردية استوطنوا البلاد الإسكندينغية الواقعة شمال أوروبا والتي تتعلف اليوم من ثلاث بلدان هي النرويج والدانيمارك والسويد وقد تم تسميتهم بالنورثمان أو النورسيين أي أهل الشمال كذلك عرفوا باسم الفايكينغ أو النورمانديين نسبة إلى منطقة نورماندي التي أعطاها لهم الملك الفرنسي بعد أن هاجموا الأراضي الفرنسية ووصلوا إلى أبواب باريس ويعتقد أن أصول كلمة الفايكينغ أتت من الكلمة النرويجية القديمة فيكينغر والتي تعني شخصا قادما من المضايق ومن كلمة فيك وتعني خليج أو مضيق في لغة المناطق الشمالية كما أن هذا الاسم من الممكن يكون مصدره منطقة من النرويج تسمى فيكين حيث عاش الفايكينغ كان الفايكينغ عبارة عن جماعات قروية متفرقة تعيش على الأنشطة البسيطة مثل الزراعة والصيد البحري وعاشوا في تجمعات غير موحدة وكان لكل قبيلة أو تجمع منهم ملك من أصول حاكمة ولكن عملت كل جماعة بشكل منفصل عن الأخرى وكحال كل المجتمعات كان مجتمع الفايكينغ ينقسم إلى ثلاث طبقات الطبقة الأولى هي طبقة النبلاء وهم الملوك والأسياد والأثرياء أما الطبقة الثانية فهم الأحرار والتي شملت التجار والفلاحين وموظفي الدولة وأخيراً كانت الطبقة الثالثة هي طبقة العبيد وهم إما أرقاء بالميلاد أو أسرى حرب دعونا نعوز أكثر في مجتمع الفايكينغ لنتعرف على الأسرة هناك فالرجل هو رب الأسرة والسيد في العائلة أما المرأة فعلى عكس المرأة الأوروبية التي كانت تعاني من الظلم في المجتمعات المتقدمة في أوروبا وغيرها في العصور الوسطى فقد تمتعت النساء في شعب الفايكينغ بتقدير وحقوق كثيرة حيث كان بإمكان الرجال والنساء الحكماء والمتعلمين تولي السلطة أيضاً وكان منهن حارسات مفاتيح الأملاك والثروة وكان بعضهن مدربات على القيادة العسكرية أيضاً كما كان للنساء أدوار روحانية في مجتمع الفايكينغ لكن رغم ذلك فقد كان يتم إجبار بعض نساء الفايكينغ على الزواج في سن الثانية عشر تقريباً لكن كان لهن الحق في الطلاق ولكي يتم الطلاق كان على المرأة أن تحضر شاهدين لإخبارهم عن انفصالها لعدة أسباب إما لإساة المعاملة من الزوج أو كسله عن العمل أو غير ذلك من الأسباب المنطقية أيضاً فقد اعتاد أثرياء الفايكينغ الزواج بأكثر من واحدة حتى تكاثرت أعدادهم ومع زيادة السكان وقلة الأراضي الزراعية وأيضاً لطبيعة الأراضي الإسكندنافية الجبلية الباردة نتج عن ذلك خروج الفايكينغ من بلادهم إلى العالم الخارجي لكن لذلك حكاية أخرى عمل معظم أفراد الفايكينغ بالزراعة وتربية الماشية كما عمل بعضهم في صيد السمك أو بناء السفون والبعض الآخر عملوا بالتجارة لذلك يمكننا القول أن الاقتصاد الأساسي للبلاد الإسكندنافية قديماً قام على الزراع فكان الفصل الزراعي القاصير كافياً لتلبية الحاجة من الحبوب وعلى في الماشية والمخزون ولأن معظمهم سكنوا على امتداد السواحل جاء صيد السمك وتجارة البحر في المرتبة الثانية بعد الزراع وقد يتم تسواق أوروبا في الجنوب بسلع الخام القادمة من بحر الشمال والبلطيقة كالفراء والعبيد والكهرومان والخشب حيث كان الفايكينغ يستخدمون نظام المقايضة مقابل البضائع كان ذلك قبل أن يبرز الفايكينغ أنيابهم ويبدأ حرب العصابات التي كبدت أوروبا خسائر فادحة طوال قرنين من الزمان ناشطت الحركة التجارية بين الفايكينغ وبلاد العرب في العصر العباسية حيث حرس المسلمون على الحصول على البضائع الإسكندنافية مثل المعاطف المصنوعة من فرو الثعالب السوداء والقبعات وكذلك عبيد السلاف كما كانت الفضة في ذلك الوقت ثمينة ومكلفة فجلب تجار الفايكينغ كميات كبيرة من الفضة العباسية إلى الدول الإسكندنافية وقد تم العثور على ألاف القطع منها في مناطق بحر البلطيق وروسيا كما عثر على نقود عربية مخبات في كثير من المناطق الإسكندنافية الحديثة حيث استخدمت النقود العربية كعملة مشتركة في مناطق إيرلندا وشمال إنجلترا من القرن العاشر حتى القرن الثاني عشر كما أرسل الخليفة العباسي المقتدر بالله سفارة خاصة إلى النرويج يدعوهم إلى الإسلام وقد تم العثور على بقايا امرأة من الفايكينغ كانت سرتدي خاتما من الفضة متاعما بحجر أرجواني نقش عليه بالخط الكوفي كلمة الله لكن تحلل الجثة حال بين العلماء وبين معرفة نوعها العرقية وهل كانت هدية أم غنيمة حرب وما إذا كانت معتنقة للدين الإسلامي أم لا تحدث الفايكينغ شكلا من أشكال اللغة النوردية القديمة تتكون من ستة عشر حرفا يتكون من خطوط مستقيمة وهي لغة أثرت على خلق اللغات الحديثة في الدانيمارك والنرويج والسويد وإسلندا إذين اللغة الإسلندية أقرب لغة إلى اللغة النوردية القديمة أضف إلى ذلك أن هناك مدينة في السويد ما زالت تتحدث النوردية القديمة تدعى الفاضلن وقد تم استخدامها كلغة مكتوبة في تلك المدينة حتى عام 1950 للميلاد وبسبب هذا ظل تلك المدينة مقطوعة تقريبا عن العالم الخارجي حتى وقت قريب مما مكن ثقافة الفايكينغ من البقاء رغم اندثارهم أما عن ديانة الفايكينغ فقد كانوا قوما وثنيين قدسوا عددا من المعبودات مثل أودين رب الأرباب ومعبود الحكمة والحرب والموت الذي أنعم على البشرية بالأبجدية والمعبودة فريا معبودة الحب والجمال التي كانت تجتاح المعارك لتختار المقاتلين وبالدر معبود الضوء وكذلك زعيم المعبودات نرويجية ثور معبود الرعد كذلك نيورد وأيدون ولوكي وهيمضال الذي ينفخ في البوق وفري وفريغ زوجة المعبود أودين ومعبودة التزلج أسكاذي التي ارتبطت بالانتقام إلى جانب العديد من المعبودات الأخرى وكانت الديانة عند الفايكينغ تتبع هيكلا وتسلسلا هرميا وتعتمد على عدد من الروايات فلم يكن لهم دين كتابي وكانوا يتناقلون الميثولوجيا شفاهيا كذلك لم يمارس الفايكينغ تقاليدهم الدينية في المعابد وإنما كانوا يؤدونها في أماكن مقدسة بالبساتين وضفاف الأنهار وكان المكتب الكهنوتي واحدا من أشرف المنازل التي تكرم بها الملوك ويمكن للكاهن تقديم القرابين سواء كانت حيوانات أو أشياء أو حتى بشر وكانت الجنة عند الفايكينغ تسمى فالهالا وقد اعتقد محارب الفايكينغ بأنهم إذا ماتوا بشكل بطولي فإنهم سيدعون للسكن مع أودين في فالهالا في قصره في عالم المعبودات أما عن طرق دفن الموت فقد كان الفايكينغ يدفنون موتاهم في سفن اعتقادا منهم بأنها ستأخذهم إلى أرض الأموات كما دفنوا مع الميت حاجياته بما فيها عبيده وجارياته أحيانا وأيضا كلابه ويتم حرق السفينة في البحر وفيما يتعلق بالقانون فقد كان لدى الفايكينغ لوائح تتعلق بضبط القوانين في كل منطقة فقد كانوا ملزمين بحضور اججماع يعرف بالحدث أو المسألة حيث يتم حل جميع المسائل القانونية وكان هذا الاججماع يعتبر حدثا كبيرا في مجتمع الفايكينغ ويمكن أن يستمر لعدة أيام وتقام فيه الأسواق والمهرجانات كما كان يسمح للنساء بالذهاب إلى هذا الاججماع لتقديم خدماتهم وعلى الرغم من أن الفايكينغ لم يكن لديهم أي قوانين مكتوبة فإن تأثيرهم على النظام القانوني لا يزال موجودا حتى اليوم وخاصة في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية لأن كلمة لاو أي قانون هي كلمة لشعب الفايكينغ كانت هذه هي حياة الفايكينغ لفترة من الزمن حتى برعوا في هندسة وبناء القوارب والسفن في القرن التاسع ومن هنا بدأ التغيير الحقيقي لتاريخ الفايكينغ فمن أجل البحث عن حياة أفضل في أماكن أخرى بدأ الفايكينغ بمداهمة المواقع الساحلية لأوروبا على مدار أكثر من قرنين من الزمن تركوا بصماتهم كتجار وقراصنة وغزاة ومستوطنين وقاموا باستعمار مناطق واسعة من أوروبا كذلك غاروا على أجزاء من روسيا وأيسلندا وغرينلاند والأندلوس بل إنهم وصلوا إلى أمريكا قبل كريستوفر كولومبوس تاركين سمعة سيئة ظلت تلاحقهم حتى يومنا هذا لكن رغم ما شاء عن الفايكينغ من أنهم عصابات شرسة من القراصنة تهاجم الأديرة والمدن الغنية وتقتل العزل وتخلف الدمار وراءها إلا أن هؤلاء المهاجمين كانوا جزءا فقط من شعب الفايكينغ الذي احترف الزراعة والصيد والتجارة والحرف اليدوية وتقدموا في علم الهندسة والرياضة وقدموا إنجازات مهمة فناشطت بفضلهم التجارة العالمية وفتحوا طرقا جديدة للملاحة البحرية ووصلوا إلى أراضي جديدة امتد عصر الفايكينغ من نهاية القرن الثامن الميلادي وحتى منتصف القرن الحادي عشر أي استعرق حوالي 280 عاما منذ عام 789 إلى عام 1066 للميلاد حيث انتهى عصرهم بعد آخر غزوة لهم بقيادة الملك النرويجي هارلد الثالث في معركة جسر ستامفورد في إنجلترا التي لقي الهزيمة فيها نأمل بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات